كما ناقشوا 17 بندا أهم هذه البنود هي وقف بث بعض القنوات الفضائية أيضا محاولة في وضع أليات لمنع التشويش على الأقمار الصناعية العربية أيضا منقشة مشروع مثاك الشرف الإعلامي مشروع الاستراتيجية الإعلامية العربية وأيضا دور الإعلام في التصدي على ظاهرة الإرهاب المستمرة في الدول العربية أيضا تضمنت البنود القضية الفلسطينية وكيفية دعمها إعلاميا ودعم أيضا عدد من الدول العربية إعلاميا وأيضا تم افتتاح منذ قليل أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي موقع إلكتروني رسمي لجامعة الدول العربية الوزراء اليوم طالبوا ويأملوا في أن يكون هناك إعلام حر ولكن أيضا مسؤول نعم بسم الشعر مرسلتنا في مقر الجامعة العربية شكرا جزيلا لك وإلى تطورات الملف السوري حيث يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة أصدقاء السورية المعروفة بمجموعة لندن الأحد عشر اليوم في العاصمة البريطانية وذلك لبحث آخر تطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة السورية يأتي نعقاد هذا الاجتماع بدعوتين من وزير الخارجية البريطاني وليام هج ويضم زراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى الأردن وبنورامني لازلت مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل الاقتصادي غضب شعبي ودعوات لإضراب عام في تركيا مع ارتفاع حصلة حادث نيار المنجم لتصل إلى 282 قتلا حتى الآن اشتركوا في القناة انتلاق عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة والجاليات المصرية تناشد العليا للانتخابات مدى فترة تصويت للإقبال الكثير تواصل الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة ومحلة بيأكد استعداد الحكومة لانتخابات والتزام الحياة التام تجاه المرشحين وزراء مجموعة أصدقاء سوريا يبحثون اليوم في لندن آخر مستجدات الأزمة وسبل دعم الاختلاف الوطني المعرض ونتحول الآن في بانورام النيل لأخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد بصحبة الزميلة حنان الخولي أهلا بك حنان أهلا بك أيمان وعمر يا مشاهدين أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها ارتفاع ناجمعي لمؤشرة البورصة المصرية منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب إلى التفاصيل حيث أسدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قرارا برقم 42 لسنة 2014 بالموافقة على قرد بمبلغ 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبية لتطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر ووافق الرئيس أيضا على قرد من نفس البنك السابق بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب الذي يقدم بمقتضاه البنك للحكومة المصرية قردا بمبلغ 205 ملايين يورو في الإمارات قال وزير المالية الإماراتية الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اليوم إن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي وقد ضخت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت مليارات الدولارات من السيولة النقدية والمنتجات النفطية لدعم الاقتصاد المصري منذ عزل الرئيس مرسي في يوليو الماضي وفي وقت سابق هذا الشهر قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن منتج النفط الخليجيين قدموا لمصر مساعدات وقود مجانية قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار للحيلولة دون اندلاع الطرابات خلال فصل الصيف عندما يبلغ الاستهلاك ذروته قامت سلطات مطار القهرة بشحن 185 كيلو جرام من خامئ ذهب منجم السكري إلى كندا لتنقيتها وبيعها في البرصات العالمية كانت الشحنة قد وصلت من مرسى عالم إلى مطار القهرة داخل عشرة طرود قاصة وتسليمها لشركة سانتمين الاسترالية الملكة لمنجم السكري لتنقيتها في الخارج ثم بيعها في البرصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر والشركة سانتمين الاسترالية التي تتولى استخراج الدهب من المنجم والذي يعد واحدا من أكبر عشرة من مناجم الدهب في العالم إلى البرصة المصرية التي حققت مكاسب قوية خلال التعاملات مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية وقد اتجهت تعاملات المستثمرين العربي والأجانب نحو الشراء بينما مال المصريون للبيع وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب تقدر بنحو 5.2 مليار جنيه ليصل إلى 491.4 مليار جنيه بعد تداولات النشطة بلغت 443.7 مليون جنيه في لبنان استأنف النواب اللبنانيون العمل لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن زيادة رواتب موظف الدولة على وقع أكبر تظاهرة للمعلمين والموظفين الذين احتشدوا خارج البرلمان في يوم اسموه يوم الغضب على وقع أكبر تظاهرة للمعلمين والموظف الدولة استأنف النواب اللبنانيون العمل لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة رواتب الموظفين الحكوميين الذين احتشدوا خارج البرلمان في يوم اسموه يوم الغضب ونزل الألاف من الرجال والنساء والأطفال إلى شوارع العاصمة بيروت داعين إلى زيادة فورية للأجور نزل بس حتى طالب بحوق المشروعة اللي نوعدنا فيها من سنتين اللي هي سلسة رتب والرواتب والدرجات الستة اللي هني مطلب أساسي والمساواتنا بالسلسلة بالقضاط وبالأساديت الجامعة ويقول المعلمون إن راتب المدرس يبلغ الآن سبعمائة دولار ويطالبون بزيادته إلى ألف واربعمائة دولار كحد أدنى ما نريده اليوم وفي هذه التظاهرة تصحيح النظام الضرائبي في لبنان وبدأ تحتجاجات المعلمين على الرواتب قبل عام وأدى أحدث إدراباتهم عن العمل إلى إغلاق المدارس منذ الأسبوع الماضي إذا يجينا وما حللت السلسلة اليوم سنضر المستمرين المستمرين لحبتالي إلى نهاية الآخر ووفقا لوزارة المالية اللبنانية فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف وبحسب إحساءات حكومية يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة اللبنانية وانخفض النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5% عام 2013 من معدل 8% سنويا بين أعوام 2007 و2010 ويقول صندوق النقد الدولي إن معدل النمو سيرتفع إلى 4% في المدى المتوسط إذا تم تعزيز الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مشاهدين وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية شكرا للمتابعة وعودة لمواصلة بانوراما نيل مع أيمن وعمر شكرا جزيلا لك حنان الخلي على هذه القراءة الاقتصادية ونواصل تقديم البانوراما مع حضراتكم مشاهدين الكرام دعت أكبر نقابة عملية في تركيا لإضراب شامل اليوم وسط تصاعد الغضب إثر أسوأ كارثة صناعية تشهدها البلاد حيث أعلنت الحكومة ارتفاع حصيلة قتل انفجار منجمي سومة إلى 282 قتيلة كانت أحزاب المعارضة التركية قد تقدمت باستجواب للبرلمان حول الحادث ومسؤولية الحكومة إلى أن حزب الحرية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعمة رئيس الوزراء رجال طيب أردوغان رفض هذا الاستجواب أجواء الغضب تعم تركيا وتتصاعد إثر أسوأ كارثة مناجم يشهدها العالم والتي وصل حصيلة ضحاياها إلى 282 قتيلة فيما لا يزال العشرات عالقين في المنجم ومع استمرار فرق الإنقاذ في إخراج الجثث من المنجم الذي يقع في مدينة سومة وتضاء لفرص العثور على ناجين اجتاح الغضب البلد الذي يشهد عقدا من نمو اقتصادي سريع لكنه ما زال يعاني واحدا من أسوأ السجلات في العالم فيما يتعلق بالسلامة في أماكن العمل أربع نقابات عمالية دعت إلى إضراب عام ليوم واحد تكريما لأرواح ضحايا الحادث واحتجاجا على افتقار معايير السلامة في المرافق التي كانت تديرها الدولة قبل تأجيرها لشركات خاصة الحادث أثار موجة عارمة من الانتقادات ضد الحكومة مع تنظيم عدة تظاهرات في مدن كبرى حيث حطم المتظاهرون نوافذ مبنى الحكم المحلي في سومة وهتفوا ضد رئيس الوزراء لدى خروجه من مبنى البلدية مطالبين باستقالة الحكومة وفي أنقرة وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المنددين لسياسة الخصخصة وخفض تكاليف الإجراءات الوقائية واتهموا الحكومة وصناعة المناجم بالإهمال أما في اسطنبول فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق بضعة آلافا من الأشخاص ارتدى بعضهم خوذات عمال المناجم واتهم المتظاهرون الحكومة بالقتل بسبب أسلوب تعاملها مع الحادث كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وعد بإطلاق تحقيق في أسباب الحادث لكنه رفض تحميل الحكومة المسئولية مؤكدا أن حوادث العمل تقع في كل مكان في العالم حوادث المناجم لا تحدث فقط في تركيا بل تحدث باستمرار في بلدان كثيرة في العالم تحدث في الولايات المتحدة في الصين في فرنسا في الهند وبلجيكا كأنثلة لحوادث العمل الكثير يموتون في حوادث مناجم الفحم ولكن في بلادنا الوضع أفضل بكثير يأتي ذلك بينما تقدم أحزاب المعارضة التركية باستجواب للبرلمان حول الحادث ومسئولية الحكومة إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رفض الاستجواب أما وزارة العمل التركية فنشرت من جهتها بيانا أكدت فيه أن منجم سوما خضع للمراقبة في مارس الماضي ولم تسجل أي مخالفة للأنظمة المرعية هذا وتتكرر الانفجارات في المناجم التركية ولا سيما في مناجم القطاع الخاص حيث لا تلقى قواعد السلامة احتراما في غالب الأحيان والحادث الأكثر خطورة وقع في عام 1992 عندما لقي 263 عاملا حتفهم في انفجار للغاز في منجم شمال البلاد يستنف اليوم الاجتماع الثالث من الجولة الرابعة من المحادثات النووية التي تجرى في فين بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومنصقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون كان ظريف وأشتون قد اجتمع أمس حيث بحث سبل سياقة مساورة نص الاتفاق الشامل حول القضية النووية الإيرانية ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد حتى غدن الجمعة أملا في الوصول إلى اتفاق نهائي وحل الخلافات الشائكة قبل منتصف يوليو المقبل تاج النهي للانتخابات الرئاسية الأفغانية نووزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي أشرف غني سيأخذان الدورة الثانية في الرابع عشر من شهر يونيو القادم وقارت لجنة الانتخابات أن عبدالله جاء في المقدمة وحصل على خمسة واربعين في المائة بينما جاء بعده في المرتبة الثانية عبدالغني وحصل على واحدة ثلاثين وستة من عشر في المائة وبتلك النتيجة لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى تواصل لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا استعداداتها الأخيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامسة والعشرين من الشهر الحالي في غضون ذلك ترأس الرئيس الأوكراني المؤقت أليكزاندر تريشينوف أولى جلسة للحوار الوطني الذي دعت إليه منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وعن نشرتنا مستمر فيها بعد الفاصل الرياضي انطلاقت دورة 66 لمهرجان كان السينمائي بيفاريس موسيقى